يعني شهرين للعلاقات الديبلوماسية بين إيران والسعودية ولكن بما يخص اليمن هناك ستة أشهر كل ستة أشهر نستطيع أن نقول أنها مرحلة في ستة الأشهر القادمة يعني أول ستة أشهر ماذا تتوقعون من إتفاق؟ في فصل بين مسارين بموضوع في فصل يعني موضوع العلاقات السعودية الإيرانية وعورة العلاقات خلال شهرين هذا موضوع موضوع خارطة الطريق كما تحدث هي أطر عامة في تفاصيل لكن لا يوجد موافقة الوسط السعودي نقل الأمور إلى الحوثين ولا يوجد رد الآن فكثير من الأمور يتحدث عن مرحلة أولى فيها جوانب إنسانية وجوانب تتعلق بالمطار وجهات جديدة وأمور ثانية تتعلق بالموانئ مع أن هذه الأمور كثير منها تم تعقيدها من قبل ميليشيات الحوثية موضوع الميناء لا خلاف في أنه يفتح بطريقة معينة لكن وفق ضوابط معينة لا ينبغي الدخول في إرغام التجار على التوجه إلى وجهات معينة أو تشويها الحركة الاقتصادية في اليمن أو الفصل الاقتصادي أو إغلاق الطرق بين المحافظات في تفاصيل كثيرة ممكن نتحدث عليها لاحقا لكن في كثير من الأمور سواء في المرحلة الأولى أو في الحوارات السياسية للمرحلة الثالثة أو في حوار السياسي في المرحلة الثالثة اللي بيكون موسع هذه كلها أمور تحتاج إلى كثير من النقاش والتفاصيل احنا تعاطينا بإيجابية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية نثق بدورهم كوسيط لأن دور المملكة كان مهم في إرسال أمن والاستقرار في اليمن على مدار عقود ومؤخرا كان فيه قبل عشر سنوات أو أكثر من فيه 2011 فيما يتعلق في المبادرة الخليجية فالآن الدخول إلى خارطة سلام يحتاج إلى الكثير من التحضير والنقاش ما زالت تفاصيلها غير واضحة حتى الآن